تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بنطاق وحدات الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة في هذا الإطار أكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة وبما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم مؤكدا في الوقت ذاتي على ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرض المقاتل ومشيدا بالأداء المتميز وبالكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميداني